عمر كمال عبد الواحد في الزمالك او في الاهلي قلتلك في الاهلي مش هرجع في جلامي هو الاهلي بقى أبطأ لانه مؤجل الموضوع لبعد كاس العالم للأندية وبطولة السوبر ولكن صفقة محسومة يا كريم هي فيها تفاصيل بتتحسن في النهاية الاهلي دايما يعني مسحة هديك مثال الاهلي تكلم فيها يا احمد امين اوفى لوها لعب اين بي كويس مجرد كلام على الهامش مستني يشوف مستوى المهاجمين اللي عند زي موزز في كاس العالم للأندية عشان يصرر على الرتم من عدم الزمالك دخلوا بيرامز في الموضوع يعني الاتنين دخلوا في اوفى اللي هو لعب ام بي الزمالك قال له تعالى اوقع اللعيب ما كانش عنده مشكلة بس برضو زي لعيبة كتير موجودة هو عايز يعرف موقف القيد في يناير في الزمالك لو يا جماعة هيتفكى انا التوقيع بتاعي ما عندش مشكلة في التوقيع ولكن اوقع دلوقتي والقيد ما يتفكش في يناير فانا كده هيتأجل طب لو الاهلي جال في يناير لان الاهلي مكلموا وكيله مكلموا اه مش بكسافة او بجدية بنسبة مية في المية بس في حوار حصل بيرامز نفس الكلام دخل في الموضوع فاللعب مثلا زي اوفى ده واجل توقيع لاي نادي ينتظره وكمان موقف الاهلي ترجمة نانسي قنقر